السلام عليكم في هذا الفيديو رح سارد لكم ال اونر ايت طبعا هذا الهاتف توفر في السوق السعودي الان لنسخة 32 جيجا بايت 4 جيجا بايت الهاتف تميز بعدد كثير من اشياء لكن خلونا نبدأ مع التصميم وجود التصنيع الهاتف يعطي بسماكة ممتازة ووزن ممتاز 7.5 مليمتر وزن كامل له 153 فبالتالي ما في مشاكل من ناحية السماكة وما في مشاكل من ناحية الهاتف فعلا يعني ملفت للانتباه بسبب مفهوم التصميم ممكن لو تجي تقارنة سبب راح تلاحظ التطور ملحوظ جدا في موضوع التصميم طبعا الهاتف يحمل اطار من المعدن وطبقة زياجية من جهة الامامية ومن الجهة الخلفية الجديد بذكر انه ما في طبقة حماية على شاشة هذا الهاتف لكن جميل جميل جدا وخاصا انه لما تطلع برا او انه الشي الهاتف في عكس الانوار تلاحظ اللمسات الخاصة الموجودة في الجهة الخلفية ففعلا فعلا جميل نسخة الامامكم هنا تأتي باللون الازرق الغامط لون جميل جدا على هذا الهاتف محمول بسبب بفخوم التصميم 2.5 دي غلاس طبعا هذه طبعا توفلك ثلاثتين ما فيه تصفح شاشة هذا الهاتف فبرضو اضافة مرحب فيها الازرار مثلا زرية تحكم الصوت وزر الطاقة بارز وايضا من المعدن فبالتالي الاستجابة راح تلاحظ انها ممتازة في الجهة العلوية راح تلاحظ انه فيه تقنية ال اي ار او تقنية الاشياء تحت الحمراء للتحكم بالاجهزة منزلية مايكروفون منفذ مغلق للشريحتين او شريحة مع الداكة الخارجية وعندك ايضا منفذ للسماعة الخارجية بالاسفل ويوس بي تايب سي ومنفذ صوتي 3.5 ملي متر الجهة الامامية عندك سماعة المكالمات الكاميرا الامامية وايضا عندك الحساسات وايضا اللي هو نظام ال اي دي للتنبيهات شعار اونر باسفل الشاشة الخاصة بالتحكم بالنظام الشيء اللي فعلا اعجبني في هذا الهاتف تحديدا انه الاطار الاسود اللي كان يظهر فيه شاشات هواوي على كثير من هواتف هواوي مهم موجود على هذا الهاتف فهذا الشيء مرحب فيه واطار الشاشة ايضا بمساحة جدا جدا قليلة فهذا برضو يبرز من جمالية هذا الهاتف بحمول من جهة الخلفية عندك الفلاش ال اي ديم لوا والكاميرتين وتقنية الاشياء تحت الحمراء البصمة وراح نتكلم عنها لاحقا وايضا الهاتف يملك بطارية غير قابل الازالة بسعى 3000 ميلي امبير طيب نتكلم عن تقنية البصمة البصمة زي ما تعودنا من شركة هواوي انه ال اونر ايتس يتميز بالسرعة عالية ممتازة جدا جدا سريع سريع جدا سواء كانت الشاشة مطفئة او الشاشة شغالة راح تلقى انه استجابة البصمة ممتازة لابد الحدود لكن مو بس هذا الشي اللي يميز البصمة انه حطوا فيها وظائف تنضغط او المكان الخاص ببصمة ينضغط بشكل حقيقي فعندك عدد من وظائف عندك الضغطة عندك الضغطتين وعندك الضغطة بشكل مطول كل يعني كل وظيفة تقدر تحطها الوظيفة معينة او اختصار معين لاطلاق تطبيق معين ايا كان هذا التطبيق لكن في تعاون حصري ما بين اونر وايضا تويتر من خلال اطلاق تطبيق تويتر بشكل سريع جدا فهذه خاصية ممكن تسويها اذا ضغطت مرتين على طول تقدر تدخل الى حسابك في تويتر بالنسبة للشاشة الخاصة بهذا الهاتف المحمول فهي 5.2 انش بدقة 1080p وبكتاب بيكسلات 424 بيكسل لكل انش وبتقنية الل تي بي اس والتي تهتم لك في موضوع عمق الالوان من ناحية الالوان من ناحية زوايا الرؤية اقدر اقول لك انها ممتازة على هذه الشاشة ودقة 80p على هذا المقاس ما هي مشكلة يعني ما هي امر مزعج او لا بالعكس انا اشوف هذه الدقة على هذا المقاس ممتاز طبعا الشيء اللي لاحظت انه ضبط الاضاءة بشكل تلقائي قاعد يطلع مستوى الاضاءة اقل من ما هو مطلوب فاللي انصحك في انه تخلي ضبط الاضاءة بشكل يدوي ورح يكون فيه تحديث ان شاء الله قريبا يحل من هذه المسألة فبالنسبة للصوت فالصوت مطور من قبل شركة دولبي فالصوت رح يكون ممتاز طالما انك تكون في مكان هذا بالنتبال الاداء والبطارية فالهاتف محمول يملك معالج الكيرن 950 اوكتا كور وايضا 32 جيجا بايت وعندك ايضا واي فاي اي سي والبلوتوث وتقنية الان ف سي موجودة على هذا الهاتف المحمول الاداء مع المهام اليومية ما رح تتواجه مشكلة البرامج اللي يطلب رسومية عالية رح تلاحظ فيها بعض التعليقات لكن على ذلك ما وجهت مشكلة نهائية من ناحية الاداء الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية فامكانك شحنها الى نسبة 47% لمدة 30 دقيقة استخدمت الهاتف واقدر اقول لك ان البطارية ما الاداء العادي الى المتوسط جيد جدا بامكان الصمود الى نهاية اليوم اما اذا كان استخدامك متوسط الى مكثب مثل العاب ثقيلة وتشغيل فيديوات بشكل مستمر هنا لازم تشعن الهاتف في منتصف اليوم بالنسبة للكاميراتف هذا الشيء اللي عجبني في هذا الهاتف المحمول انه دمجوا الكاميرتين ومنطقة اللي خاصة بالكاميرتين ومشتقاتها ما تصميم الهاتف المحمول على العكس ما رأينا في ال P9 أو ال P9 Plus فعلى عشان ما يخرب او تصميم يكون جدا يعني مندمجين مع بعض فعموما عندك نفس المفهوم عندك كاميرا RGB الخاصة بالالوان وعندك كاميرا المونوكروم وهي ايضا او معروفة باسم الابيض والاسود وهي المسؤولة ايضا عن تقليل التشويش وايضا التفاصيل وايضا كل الكاميرتين تاخذ الصورة ليعطائك تفاصيل اكثر فلما تدخل التطبيق الخاص بهذا الهاتف المحمول للكاميرا فهنا راح تلاحظ الواجهة الاساسية التسحبي صار تاخذ خيارات وضعيات التصوير من ضمنها ال Pro Mode اللي عجبني صراحة اللي هو اعدادات يدوية لي او اثناء التصوير او اثناء الفيديو ما عندك خيار وعندك خيار اللي هو الوصول الى المونوكروم من خلال الجهة العلوية فعندك كذا خيار فهذه نتائج التصوير اقدر للك التصوير مع الإضاءة الممتازة راح تاخد نتائج ممتازة بإمكانك انه تاخد 1080p الى 60 اطار بالثانية ما في 4K بس من وجهة نظري 1080p على 60 اطار بالثانية هو الشيء مرحب فيه اكثر فتحة العدسة الموجودة في الكاميرا الخلفية 2.2 فهذا يعني انه النتائج راح تكون ممتازة لكن في التصوير في الإضاءة الضعيفة او التصوير في الليل مثلا راح يكون فيه مستوى تشويش واضح الكاميرا الامامية 8 ميجابيكسل فتحة العدسة 2.4 فهذا فيما يخص بالكاميرا ننتقل الى النظام 6.0.1 معروف باسم مارشمالو وعلى واجهة الاموشن يو اي الواجهة المعتادة اللي استردنا فيه كثير كثير من الهواتف الواجهة اللي راح تقدم لك طبعا التطبيقات والخدمات وغيرها في القائمة الرئيسية ما في درج خاص بالتطبيقات يسحب من فوق اللي تحت راح يوجهك الى قسم مستقل لصنديق معلوماتية وقسم اخر لادوات الاتصال وعندك ايضا خيار لي او خدمات الهواوي مثل اه على سبيل مثال فون او ادارة الهاتف مراقبة الهاتف بشكل مستمر وينظف لك الملفات فهذا البرنامج جدا ممتاز وانصح فيه اذا حسيت انه مثلا فيه ملفات عندك عندك كثير وحاب ينظفها فاستخدم هذا البرنامج فهذا كان استراضي للأونر ايضا شاركنا براعيك في خانة التليقات نشوفكم الخير ان شاء الله مع السلامة